من أرسنل نفضل في لندن نروح لتشيلسي علامة استفهام كبيرة جدا خسارة التالتة في الدوري على التوالي يا كريم سنة توماس طوخل وحش شفت الاستعجال بيعمل ايه؟ شفت يا كريم؟ بيلعب كرة فيها تحفظ ودماتي بتعادل كتير نفس الكلام ده كنت باسمعه هنا لك استكيروش كان مش عارف بيلعب كرة دماتي كوبر كان بيلعب كرة دماتي دلوقتي يعني بتوى شيلسي بيعانوا معاناة كبيرة جدا وورا بعض يعني ثلاثة كونساكتف خسارات في الدوري بترجعه من كان في الثلاثة والأربعة لقوية الراجع للمركز السابع خسارة من الكارباو انا مش يعني عادي الكارباو في مفاجآت وحتى رسنا اللي بننشيد به خسر من برايتر لكن ظهر اه بس لعب كريم قدام سيتي كانوا فريق صغير يعني سيتي تسيد المباراة في كارباو كب اثنين صفر بتسيد كم طبعا جون محرز الجميلة يعني بس قصد اقول يعني ما ظهرش تشيلسي على انه الفريق اللي من توب فور او بينافس بقوة علامة السلام كبيرة جدا على جراهان بوتر محتاج انه يرجع نفسه بعد العودة من توقف الدولي وكس العالم طبعا لانه تشيلسي بالتدعمات دي بالأسامي دي بالعيبة اللي عنده مش منفروض يتواجد قبل في مركز السابع سيتي معودنا او معودنا بيب جوارديولا انه يحسسك انه فريق لا يقر انا دايما اقول الوصف الي هقولولا لك ده وفي مباراة التانية يتحس انه المانشاستكJacces تعادي يتغلب انا دايما اقول إن بيب جوارديولا هوا اللي بيخسر يعني هو اللي بيخسر نفسه او هوا اللي بيكسر يعني هو القرار في ايده دايما مش قرار المنافس 일반مش المنافس جامد فبيكسب او المنافس أوليل فبيخسر هو اللي بيكسب بمزاجه بطريقته ولما بيكسر المانشاست دي تبقى من أخطاء من جواردي أنا هو اللي بمزاجه جزء كبير جدا من كلامك صح وهمش معاك في الفردية دي انه ولا ما تبتقول بيبان دايما لا يقر ولا مرة بتبقى الخسارة لانه باين انه قليل الحيلة صح ومعندوش الديكا للغار ماتش او الفرقة ضعيفة او ان الفرقة الاقوى الفرقة التانية اقوى منه دايما زي ما تبتقول يا اما في الايجو او الكبرياء بتاعنا هاجم بكل خطوتي وحاول عدم برافة تلاقي ان دفاع منشيستر سيتي هو النهاردة كانسلو خرجت جون دخل فيها دايما تلاقي اثنين على تلاتة تلاتة على اثنين دايما فيه افضل يعني دايما الكونتر اتاك بتلاقي على جورديولا وبيخسروا متشاط كثير جدا بص على كل متشاط لخسرة هتلاقي دايما الدفاع بتاع سيتي مش مجهز انه يتلاقي عليه الكونتر بالطريقة دي ومدير الفني بيطلب منه على خط وبيزعق لهم بتعليمات كله يطلع فوق كله يطلع فوق النهاردة يعني بالكلام كمان يا كريم على اخسارة سيتي النهاردة لازم نتكلم على توماس فرانك المدرب اللي كان اخربت جماله اه اه اتعرفك مدرب يا كريم لا لا فعل مدرب هايل جميل جدا ودايما قصة الصعود لازم تتبروز ومبسوط ما أنا معاكم من تبروز من خلالك يا كريم فوق برنامجك انه دا كان بيدرب من كام سنة الفريق في بتاع بلده في الدنمارك اللي كانوا تحت 8 سنين النهاردة بعمل كويس وبتركيز وبعطاء السقة بين إدارة براندفرد فيها على مدار السنوات اللي فاتت بيكسب بيب جرديولا اللي بيقال انه الاعظم في التدريب حاليا والفيلسوف النهاردة كمان دايما بحب او رد الفعل عند اللعيب يعني اعرف شخصية اللعيب يا كريم او ازاي تستفزه فنيا لما يبقى فيه قرار فيه مش ضده فيه شوية ان انت جاي عليه او فيه قرار بانه يحس انه مظلوم او ان انت مديتوش حقه فنيا وديته الاستحقاق اللي يحتاجه مثلا انه يتواجد فيه قيمة منتخب بلد والكاس العالم التوقيت اللي اعلن فيه استبعاد ايفون توني من 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 قيمة انجلترا لسودة التلاتة بيرود النهاردة ستيتمنت في حد ذات